مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة تحوال التقسي تطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذا نبدأ هذه الورقة الجوية الرئيسية لنهار اليوم بهذا الصورة الغريبة والعجبة والجميلة في نفس الوقت نحب بكم إذا جبال قوس قزحة المتواجدة بالسين بالنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله بإذن الله مع فجر مهار الغد الأربعاء إن شاء الله استقرار جوي يبقى في الموعد أصف على العموم رحيميز أغلبية الولايات الصحراوية لكن تبقى الأجواء غائمة سحب كاتفة لكن بدون فعالية على ولايات السحلية الوسطى أخص بذكر خاصة الجزائر بومردان ستيبازا تبقى الأجواء على العموم غائمة طيلة الأسبوع تنهار جمعا إن شاء الله ترقبوا تساقط بعض الأمطار إن شاء الله وبإذن الله على جزائر بومردان ستيبازا لتبقى أجواء غائمة على الولايات الباخلة درجة الحرارة إن شاء الله وبإذن الله درجة الحرارة تبقى فصلية هنا هذه الأيامة إن شاء الله رح تحاول ترجع درجة الحرارة درجة حرارة فصلية الجليد رح يكون في الموعد خاصة الحيطة والحذر لمستعمل الطروقات على ولاية الهضب العلاء لأنه هذا الجليد رح يؤدي إلى إنزلك طروقات هنا الحيطة والحبر إبتداء من غضوة إن شاء الله تنخف الدرجة الحرارة على أغلبية الولايات من نسمى الباردة إن شاء الله رح تحاول ترجع رح تحاول ترجع وتكون في الوقت بإذن الله فالخير لأنه إبتداء من 8 فيفري إن شاء الله وبإذن الله رح ترجع التلوج والأمطار كذلك إذن نشوف الوضعية المرتقبة بإذن الله بعد ظهيرة نهار الغد الأربعاء تبقى أجواء غائمة كما أسبق исторنا سحب كثيفة دون فعالية على الولايات السحرة الوسطى الشرقية الغربية كذلك أجواء كثيفة على الولايات الباخلية الصفاء على الولايات الصحراوية مع سحب كثيفة على الولايات الهضب العلية درجة الحرارة إن شاء الله تعود تنخفض البرودة ترجع غدوة إن شاء الله أؤكد غدوة Study pot هذا اليوم ستنخفض درجة الحرارة ترجع البرودة في الموعد درجة الحرارة نقوم عليها نوعا ما فصلية ستعود ترجع بإذن الله 19 درجة على الجزائر 16 درجة بطارف اسكيك حتى القالن 20 درجة على سطيف باتنا خنش لأريستان خفض بمقياس درجة واحدة حتى الخط الرابط مع الجلفة لغوات تارد درجة حرارة تبقى فصلية على شمال الصحراء وسط الصحراء أقصى الجنوب تنسجن مقياس 19 درجة على 23 درجة على بني عباس تبلبلة برج الحواس نفس المقياس حتى أقصى الجنوب برج برج المختار انجزا معينة زوا وأباليسا حال بحر إن شاء الله نحن نشوفه ملاحة والصيد البحري إن شاء الله حال بحر لنهار الغد الأربعة مصطرب خاصة على سواحل الشرقية قليئ اضطراب على سواحل وسطى تنس دلس حتى سواحل غربية إتجاه ترضيح على سواحل غربية إن شاء الله رح تكون شمالية بإذن الله شمالية شرقية ترجع جنوبية غربية بعض الظاهرة أيضا شمالية شرقية إلى شمالية غربية على سواحل العوانة تتنسد الاستعاء وترجع بإذن الله جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بعضها هي راح لسواحل غربية سواحل مرصى بالمهيدي مشاهدين اللي هنا لحقنا الختم موعد نشرتكم الجاوبية الرئيسية لنهار الغد الأربعاء نختم هذه الورقة الجاوبية كالعادة موعدكم الفلكي لشرق وغروب الشمس نقول لكم دمتم أو فيها أكيد لقناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة الشيقة لمزيد من المعلومات زوروا أكيد مواقع قناتنا لهي دايما في خدمتكم بقول أخير تلا فرحتكم